ميدي شو ميدي شو إلياس الغربي من نص نهار المساعدين على مزايكة فهم مرحبا شكرا على سماع ماضي ساعة ونص الموعد معكم يوميا في ميدي شو سيد بسامنا يفرال خبير في الأسواق المالية مرحبا وبيك عيشك شكرا لك على اللي موجود معنا مع صدر المستمعين باش نحكي ونفسرو لهم ونحكي لهم على الأحديث على تقرير وكالة فيتش الأخير حول أرباح البنوك التونسية ومخاطر السيولة بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي حول الظرف الاقتصادي في تونس نبدأ بفيتش وكالة فيتش اللي تقول زيادة أرباح البنوك التونسية تخفي مخاطر السيولة وقالت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني للثنين ستة نوفمبر 23 أنه ارتفاع أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من عام 23 يخفي مخاطر السيولة والملائة المائية المتزايدة فيتش تأكد أنه تأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم تعوية فاصل تسعة أو حتى ثنين فاصل أربعة بالنسبة للبعض يجعل الحكومة تعتمد بشكل متزايد على البنوك لتمويل احتياجات التمويلية الكبيرة مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملائة المائية للبعض فهو مكلف لكنه يدر برشا فلوس والبنوك رينا الأرباح متاحة تحسنت بصيفة ملحوظة في السنة الأخرى لكن ما عندكش وداعة كافية باش تقوم بالتمويل هذا ما يحدث؟ أنك تختار تقول يأمن سلف المؤسسات يأمن سلف الدولة تمشي أكثر أنك تسلف الدولة لأنه بدون مخاطر ويسمح لك باش تتحكم خير في المخاطر الأخرين اللي هما قاعدين يجيوك من تمويل المؤسسات هذا يعكس أنه تم مشكلة متاع السيولة ريناها في 2023 وحتى في 2022 لذلك أنت تربح صحيح في الفلوس لكن مش معناه القطاع البنكي في صحة جيدة برشا لقطاع البنكي اليوم عنده مشاكل متاع السيولة لأنه مش قادر واحده يمول الدولة يتلز باش يمشي يعمل إعادة تمويل من عند البنك المركزي لذلك تم مشكلة متاع السيولة حقيقية نشوفه فيها اليوم في المخاطر في البنوك أكثر من نشوفه فيه في الأرباح لأن الأرباح نشوفه فيها تشوف أنت تشوف الأعقام بالحقيقية تلقى لثما برشا مخاطر في القطاع البنكي يخي كيفاش بشو نفسروا للتوينسة اللي هما قاعدين يربحوا في الفلوسة ما اللي هما فيهم عندهم مخاطر معناها توا أنا كنجي نقرأ التقرير متاع فيتشي قولي فيتشي قولي رو ارتفع متوسط العائد السنوي لأصول أكبر عشرة بنوك تونسية إلى 13.6% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.9% في الفترة الموازية من عام 2022 هات حسن تومور لكن شي قولي لكن شي قولي فيتشي قولي إلا أن القروض المباشرة التي تقدمها البنوك لوزارة مالية هي بالعمل الأجنبية وتشكل أيضا خطرا وقد زندت هذه النسبة بشكل كبير وبلغت حدش بالمياه من أسهم القطاع في نهاية ميه 23 مقارنة مع واحد بالمياه مع نهاية 2020 إي شو نقول لتونس سنقولهم راه والبنوك قاعدة تخذ في مخاطر على فلوسكم بي إذا ما نفسرها بطريقة سهلة برشا هو توفيد شنيه هي وكالة التصنيف دوك المهمة بتاح شو تقولك تقولك السيد هذا تونس اللي أنا نصنف فيها وقال البنوك اللي أنا منعملهم في عملية تقييم ما مش نجمه يخلصوا الفلوس دييني وما مش مش نجمه يخلصوا هذه عدم هي تقييم دوك هو دي ما يخزر للمخاطر ولي هي فلوس 6 فلوس ديينية ما فلوس الكليانيت بطبيعة هي فلوس دوك أنا عندي فلوسي في البنكة مو خطرة لزياء لейчас لنكون واضح أنا عندي فلوسي في البنكة البنكة تخدم علي روحة عندها طريقة ربحية تسلف الدولة التونسية وكلتسلف الدولة التونسية تتسلف زدة من عند البنكة المركزية بشتسالة في الدولة التونسية إيخوة دقل كله مربوط ببعضه أنا فجيت في هذا الكل إذا كان غضوة مثلا دولة التونسية عندها ضيقة مليئة سيدي غضوة يصير ألا لا يقدر يصير ما لغالب وهذا يصير في العالم يصير ضيقة في العالم وطول السلقة روح عندها مشاكل متاع خلاص ديون شنا عمل علش نتمسانا في فلوس ما فهم مشكلة سنبانيك بطبيعة الحال لكن نحن نجد نفسره الترانسفورميسان هي خدمة البنكة البنكة عندها فلوس متاع الحرفاء تزيد عليهم تمويل سواء من السوق ولا تاخذ معدل البنكة المركزي وتقوم به متفهمين لذلك تقرير شيقول لو كان تصير كما قلت أنت أزمة في تونس إذا ما شنش يصير البنوك هابي شيقول بالنسبة للديون الخارجي كان تونس تعمل دفوت بيمون بالعملة صعبة في قروض الخارجية يقول لك ما فهمش خطر كبير لأنه يسو ما فهمش خطر كبير لأنه البنوك التونسية الإكسبوزيسيون تاحها للعملة بالعملة صعبة ضعيفة لذلك ما فهمش مخاطر على سيولة القطاع البنكي حتى ولو الدولة التونسية تقوم تعمل إن دفوت بيمون بالعملة الأجنبية إذا كانتون صرها مشاكل فيما يخص إن دفوت بيمون بالعملة صعبة لذلك ما فهمش خطر كبير لذلك ما فهمش خطر كبير 33.4 مليار دينار لكن ما بلغة كبيرة يقول لك لنا بتبع مش مش يصير مش يصير فيه إن ديكوت إنتي اليوم دي كان هم متسلف ناخده إجزامبل سامبل إذا كان إنتي عندك تيتر معناها أوبليغاسيون متع الدولة تسوى مياه مقايدة إنتي في الوصول متاعك مياه بتبعك تعمل الدولة إن دفوت بيمون ما عش مش تقايدها مياه تجلق قايدة خمسين ستين سعبقا مش مياه لذلك بصير إن ديكوت مش يصير تنخفض القيم بتبع كيفش مش تحمل إنتي الخسارة مش تحمل بالأموال الذاتية متاعك اليوم الأموال الذاتية متاع القطاع البنكي كميم ما زالوا يحترموا المعايير بصيفة عامة اللي موجودة اللي فيك سيب على بنك سنترال يحترم فيها القطاع البنكي كمعدل موجود ما بطبيع لنا مش تكون معتها مش كيف كيف فما بنوك إكسبوزي أقل مش ميتحملو كما بنوك إكسبوزي برشا كما البنوك العمومية بطبيع مش تكون بطبيع مش يتحملو خسائر أكثر أما ديما نحكيه هوني ما زلنا نحكيه في كأكسترام لأن دولة ما تحتاج دوامة هذي وقتها شتوقف إذا كان انت معلكش نمو يتكلم عليه زادافيتش ويتكلم على في الرابور متاعه البنك الدولي ويقول يا جماعة يفضلكم رأوا من هنا لألفين وخمسة وعشرين ستة وعشرين ماذا بيك تخلطوا لثلاثة بالمئة روكي تعمل انت نمو وكيف الدولة تعمل إصلاحاتها غدوم معاش عندك انت كالثقب اللي موجود مثلا في السناديق الاجتماعية واللي موجوده والأوطوكات تبدأ تنقص فيه وتقلص منه ودونك تنقص ملياريسك زادة كذلك على مستوى المخاطر التي تاخذ فيهم الدولة هوا معنا شنو مو كيف نعمل شوف في الوقت الرهن في الوقت الرهن في الوقت الرهن اليوم انت شهان منعه في طرح احنا تعمل آتك سهل انت مهم الاساسية شوف انت فهم تحسها من الوقت في ناص اللي أهم حاجة لأحنا نحترمه تعودت عنا سنين صعب السنة وفينا نحاول حتى الوقتيش حتى الوقتيش حتى الوقتيش 30 40 حتى الوقتيش بالنسبة لحقيقة تشوف انت الاشيانسي تشوف انت الديون الخارجية تنجم حتى نقول 27 تنفرج 27 لكن المشكلة اللي ولات عنا ان كنت بارتي برشة ديون داخلي وهذا المشكلة لأنو اذا كان انت انسرتا مومو في السنين هذو ما قاعد تخلص في الديون الخارجي اللي تدين برشة الداخل وبعد مش رقع روحك اوكي ساو خير شوية لبرة اما انت عندك مشكلة كبيرة متاع ديون داخلية لكن هذو كان عندك نمو دوامة التدايون الداخلي ولا خلاش مش تقعد مش تقعد الشمال اللي احنا مشين فيه اليوم مش تقعد ويلزم في حل رغم النجموش نكملوها علاش لانو ريسك بعد في دوميل فانتو دوميل فانتو دوميل مش تحل مش تحسن القدرة متاعك انت تتسلف البرة دوك تولي تسلف مبرا لانتو تحل المشاكل الديون الداخلية دوك مش عادوا ريسك اللي نش عملوا المم سيكل دوك إذا نردوا بالنمليح إراهو خلطنا دينيفو بتاع ديون داخلية كبير وليوم البنك المركز يحكي عليه معناها هذه حاجة ملموسة اليوم البنوك تسلف الدولة وماش قاعدة تسلف في القطاع الخاص لكن مشكلة مهمة تقول أنت زعم لو كان الدولة لم يكن تسلف بالنسق هذا زعم المؤسسة تاخذ الكريديات كما تحب لا لا لأنه فم مخاطر دجا كبيرة في القطاع تعرف احنا عدنا أكثر من 16 مليار دينار دوين مصنف 17.4% هذا اخر كيف كيف الأرقام تعل البنك المركزي الهدف اللي نخلته أقل من 2026 دخلته أقل 7% مع الهدف دوين سيغد ثلاث سنين كيف عدد من 13 وصل الاربعة أنت 7% صحيح الأكتيف يكبر الفوليوم تا الكريدي يكبر أما راه المونطان كبير برشة 16 مليار دينار والقطاع البنك قد يحل في المشاكل هذو كيف عن طريق اللي هو يحسن في الأموال الذاتية لأنه قاعد يربح فلوس وقاعد يربح فلوس والبنك المركزي مش قاعد يحط البنوك توزع مرابيح كما هي تحب المرابيح قياسي لكن قاعد يوزع المساهمين ديما كل عام بشهر فيفري بنك المركز يخرج السيركولير هذيك دونك اللي يقول راه عندك حدود ما توزعش أكثر من 55% من الأرباح شنو ما القواعد يزمك تحترفهم باش ينجم يفرض لأنه يعرف مليح إنه صحيح البنوك تربح ما راهو عنده برشة مخاطر قاعدة تتصرف فيها وهذاك عليها اللي راهو في الحقيقة حتى ولو كان الدولة مش قادة تسلف بالريتم الكبير راهو قتال خاص صحيح مش يتحسن أكثر فكري ديت لكن مش بالطريقة اللي نجم نتخيلوها الفلوس سيبة ملع أمام البرلمان شنو يقول لنا بالضبط معناها الخلاصات الكبرى لكلام مروي العباسي أمام البرلمان شنو اللي أول حاجة يجبنا ردو بين الوضع صعيب راهو يجبنا نلقاه موارد تمويل بالعملة الصعبة موارد تمويل خارجية ضرورية راهو ثم برشة ضغوط على القطاع البنكي وراهو يجبنا نعمل أساسا مش أسلحات كما قال نحلوا مشاكل الاستثمار مشاكل قانونية العوائق القانونية الاستثمار اللي ما تخليش اليوم تدفق أموال على تونس هذه أهم مشكلة لأنه كي تجيك فلوس من بره أو عملة صعبة راهي تعاوض لك نوعا ما اللي انت تدين معناها يزم فلوس في الاقتصاد كيف فلوس الاقتصاد من قوحل أو البنوك الخاصة عند الفلوس مشاكل الدولة تسلفت من السوق الداخلية نجم ولقاه حل ما كانت الاقتصاد خاص يخدم لا دولة تخدم كيف يجيب الفلوس بالعملة الصعبة لأنه يجب لتجيب لتخدم لديك ديوم تخلصها لماذا كانت فما دول الوظائي متاح أصعب من تونس مشاكل في الدولار برشة دول في فريقيا في مصر في فريقيا في آسيا تم مشاكل تفلوس يجب اليوم تم منافسة كبيرة إذا كان مصلح القانون اليوم يجيب 2 مليار دينار كل عام معناها استمارات خارجية شوية بالكل معناها برابول اللي أنت تنجم تعمل اللي أنت في البرابول اللي يتعدى قدامك في الزون اللي أنت فيها سريع 2 مليار دينار عندك إمكانية تجيب الفلوس هذه يجب نتحرك لكي نجم نخلق كادر أحسن برشا من اللي نحن في اليوم ومتكلف الفلوس يتكلف جزء من بدل قانون كهو ممتاز أوكي لكن الحقيقة هذا لا موجود بالكل في ميزانية 24 في ميزانية 24 أي دونك الحقيقة تقول لي لازم 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 لماذا نبدل القانون لا لماذا نقول ميزانية لازم وقت لي تقول أنت أنا راني مواردي جيبائية وتقول أنا عندي توريزم وعندي تونسين بالخارج وعندي عندك رفعات كلاسيكية شو نتبدل ما بين ما بين عرش هات ناخل نهاية التسعين وطاو فما حاجة تبدل مش حاجة كبيرة دونك دونك هذا اللي بات مجالة الجيبائية مجالة استثمار مجالة الصرف هذا مقدور عليهم ميزانية ولا مش ميزانية دونك وين البلوكاج البلوكاج إحنا محافظين ما نحبوش ناخذوا ريسك خايفين من المرشيات وين البلوكاج أول حاجة خايفين من المرشيات أصلا إحنا اليوم من نجموش ندخل المرشيات مناش خايفين مناش خايفين مناش خايف المشرع مناش خايف صاحب القرار مناش يخاف يخاف اللي هو اليوم يلزم يعبي المكسيموم موارد ذاتي باش يتفاد انه يتعدى أقل ما يمكن بالسوق حتى الداخلي تلقى الواقف 11-12 مليار دينار بسهولة يعرف من الجمش يمشي أكثر خنزيد نفهم معاك بسامي شنو يمنعك أنك تعمل تخمام واضح تشريعيا في الجباء وتجي تقول أنا يلزمني إصلاح جبائي عميق في البلاد هذه وأنا رأني باش نرد الناس الكل هذا الكلام معناها شوف أي شو يمنع هذا حب نحكيه توريك ولا حب نحكيه واقعة شدي واقعة الواقعة اليوم عنده أكثر عام باش يخلص فيه ديون في الداخل وفي الخر عنده موشوقة الصلاحات موشوقة صلاحات موشوقة بريس دوريسك في الأسلاحات موشوقة بريس دوريسك بني لهم شديش الأسلاح نجمل أن تكاربس بذبت عنده اليوم هدف واضح عنده أكثر حاجة سورة في الميزانية لزيبوتاز نحكيه فيهم ما أكثر حاجة اللي هي واضحة وقدش خلص فلوس هذي واضح دوكي يجب انت تخدم لماكسيموم عليه باش تجيب الفلوس إذا ما نجي نجمش أنا نجي في عام أكثر عام باش نخلص فيه نقوم أنا نعم الإصلاحات معناها تجيب أي إنسا من نزارة المالية حتى نسل خدمة القانون كذا لأنه بالنسبة له اللي هو يحترم تعودات البلاد لأنه 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 تحترم تعودات متاعك أخطر برشة من أنك مشيه ذا وخلاص بسام تيريو إلا غيره شنو اللي يمنع اليوم أنك أنت تحل جوانح متاع مستثمرين شنو يمنع أنك ترافق التصدير شنو يمنع أنك أنت تمشي مثلا في سياسات متاع سياسات خضراء ولا سياسات زرقاء شنو يمنع حد شيء يمنع حد شيء حد شيء ما يمنع حد شيء صحيح أما كما قلت لك راهو أغلبهم ميتعادوش بقانون المالية معنا تحب تصالب معنى ستنوات الشانتية وليلزم راهو كل مرة نوخروا فيه كل مرة لبري أكثر الأخسارة أكبر برش يلزم لنا نتحركوا فيه في شيء هذا وراهو وخرنا برش معناها برابور للدول الأخرى حتى اللي بجنبنا تقدم علينا برش ذلك من نجموش نقعدو هكا باي باي أوكي من نجموش نقعدو هكا أنا ويعيكم متفهمين على برش حاجات لكن اليوم محافظة البنك المركزي وقال يتكلم ويقول حان وقت رفع كل القيود الإدارية وراهو فما وزن إداري كبير يسر وارجع غدوة ولي دارة ولي دارة ولي دارة ولي دارة ولي شكول يقول فيه مروين العباسي كبير يقول فيه منو للدولة منو للدولة في لفمي وفي علاقته بوزير الاقتصاد وفي علاقته بوزيرة المالية وفي علاقته هو كلمته مسموعة رئيس الجمهورية قابله أكثر من مرة كلمته مسموعة مروين العباسي لش كون يقول فيه قل فيلي نحن اش ما قالوش للدولة لا هو قالو قدام مجلس نواب قدام السلطة التشريعية حتى النواب ينجموا اليوم يقدموا مبادرات ومشاريع قوانين التي تتعاون لكي نتجاوجه الشيء هذا صحيح تم حكومة نجم تعمل السلحات ثم زاد السلطة الشرعية أنتم نواب يتقدموا بمشاريع قوانين نجم تبدل مثل مشاريع مثل التطبيع كما تدخل المجلس النواب تقرأ برشا مقترحات تدخل ممتع قوانين لكننا نستخدمون كل منهم فقط تدخل مجلس النواب لأنها تدخل مجلس النواب وهذا سيئت يجب أن تحصل من مجلس النواب فعليهم لأنها مجلس النواب أنت مجلس النواب يمكن أن نقوم بصفحة بسبب التطبيقية المترجمات أي مدى سلطة القرار اليوم هي سلطة تنفيذية أكثر منه تشريعية جي تطلب مننا مشارعين أخي قامنا نتفضل هذه مدامنا مصياها سيسعيد اللي تم أعفاءه وسيد رئيس الجمهورية وسيد رئيس الحكومة قادرين يمكنهم أن يقوموا بالمقترحات اللازمة لكن هذا مفقود لسوء الحظ مش هذا لي مفقود فقط الرؤية لكلها مفقودة اليوم ميزانية 24 ميزانية كلاسية وحاسباتية اليوم الإصلاحات الكبرى في عالي قبل مجلات كبيرة اليوم مجلس المنافسة مش يخدم في خدمته بالنجاعة الكافية باش نلقاوا نوع من الحركية زي كذلك في علاقة بالترست ولا في علاقة بالريع شوف النظرة هي موجودة ثم ألفين وستوى عشر ألفين وستوى عشر ثم أهداف واضحة بالنسبة الهداف أصلا انت منين خرجت انت اليوم في الوضعي اللي انت فيه منين خرجت من الكوفيد ولا نرجع قبل لا لا حتى من قبل الكوفيد الكوفيد وإلى أكسليراتور معناه نعم من الوضعية معناها البوليتيك بيجيتير راهي معناها وصلت تاع بيسر الارقام كاتسروفي وصلنا الوقت والوقات كاتسروفي كنتي حتى بيش نجل متصلح بشوية بشوية الدومي الفانسيس ديجا تلقى روحك تخدم فيه حاجات بيجيتير بتصلح هيك البيجيتير متاعك مش تحصل لراسيوم متاعه وقداش مداخل الجبائية قداش نسبة الضغط الجبائي موس سهل معناها البيريميتر تحرك فيه الصعيب دوك الفين وستة وعشرين الهدف اللي انت تحب تخلط عليها الفين ستة وعشرين واللي برشا يقولوا هاليوم قاعدين نعملوا في صلحات متاع لفيمي الصلحات متاع لفيمي قالها حتى محاضبا كل موقعين قاعدين نعملوا فيها انديركتمون انديركتمون مهوم صلحات لفيمي الناس الكل ما تجيب اي انسان يقول لك ليه لازم يصيروا هدوما لاسول دي فرنس اللي اللي فيمي نجم يقول لك تعملها لسنة والتعملها لفيه ثمانتاشن شهر الدولة تحب تقسمها ما شوية على ثلاثة أربع سنين انو فيهم كلفة اجتماعية كبيرة دونك انوا مرتير الشوك بشوية بشوية فماشي ما نخلطو الفين ستة وعشرين في نحسنوا السياسة متاعنا البوليتيك بيجوتريا دي نحسنوها باش نخلقوها مش تحرقو للدولة اليوم انتك تشوف تقرب يجي تلقى عشر فسل ثلاثة مليار دينار مصاريف تن موية معتا ديريكت ان ديريكت الانفلوبة لكل عشرة عشرة فسل ثلاثة مليار دينار ما تنجم تقول شوف تخلطها شوف لا في الاخر عليش خاطر اخر حاجة نحطوها التن مية اللي عندك حاجات اخرين اهم في ساس الدولة اليوم عندك الديون وعندك سورته انك توفر المواد الاساسية وانك سورته تحط الدعم لانه واضح اليوم الدولة عندها دور اجتماعي قررت اللي هي تتعهد به ينطلق اساسا من الدعم اللي نعرف لكل فاتورة امتها وقد شوف تكلف سنة ايه موهده هي سيدة المعادلة اللي اليوم لازمنا نحكيه مع التوانسة وقت لتجي الدولة تقول انا عندي دور اجتماعي مو عنده ثمن ولا ممكن تجي تقول انا مش نعمل اصلاح للتربية التعليمية عنده ثمن كتجي تقول انا راني زادة في نفس الوقت نحب نكون نحب نكون الفنانس نتاعي نضاف نخلص ديوني نعمل تعب أداخلي ايه لازم نتكلمه على ثمن فماش نتكلمه على ثمن حد ما هو قاعد يقول للتوانسة يا توانسة مثلا الاستثمار العمومي ما كمش تلقاه برشة طرقات جديدة وبرشة جسور جديدة وبرشة مستشفيات جديدة وبرشة برشة ماهوش قاعد يتقال فما حتى حد قاعد يقول يا توانسة راهو نجم يكون عنا ذائقة في شراء الحبوب وقالا في اقتناء محروقات وقالا في اقتناء أدوية ورفا ماهوش قاعد يتقال ايه دونك السياسات العمومية جنرال ماهو في العالم أجمع وقت اللي يكون تلقى السياسي يهز على كتفه يقول هل تعتبر أنه الخطاب السياسي ما يخذ مسؤولته بما فيه الكفاية شوية السياسة مثالش انترتي نجم فما حاجات تتقال ماهوش قاعد يجاوزوها يجب أكثر خدمة صحيح يجب يتقال ماهوش قاعد نحكيو على الثمن صحيح ديجا سوكيسيو اللي ثم النوع من الوعي اللي اليوم راهو تم حاجات يجب مثلا نسالحها كيتشوف انت عندهم جمعة وقت عملوا وقت صار الكوميتي جديد اللي بشيتلها بالمساهمات للدولة في البنوك العمومي دوك ثم واعي دولة يجب أن تخرج منها مش الكل لكن نخرج من جزء كبير عباد ترجع منافسة نريكوبر احنا أكثر فلوس دوك تحس ثم واعي من المشكلة البروسيس زي مرزين دي ما ياخد برشا وقت دي ما عملناه قبل دي ما نعودو نعملوه دوك نفس مش نعودو تقريبا نشعادو نفس نفس الإشكاليات انفان كنت مش مش تلقى شكامل عشرين وهذا هو الإشكال لأنتي مش تكمل مش تدخل المشكلة الفين ومش تكمل الفين وعشرين ندخلو إن شاء الله الفين وخمسة وعشرين مش تقول احنا كيف كيف دي ما اللو ممسر كالفيسيو اما المشكلة اللي هو كل مرة يزيد يصغار كل مرة المرجو منظر متاعك زيد تصغار متنجم مش تتحك البجي قاعد يكبر مصروف قاعد يكبر دي ما تواصل في الدور الشيماعي متاعك أوكي تواصل في الدور الشيماعي أما راول لازم حاجة تواصل في الدور الشيماعي تدعم عندك صحة عندك تعليم أوكي أما القطاعات الأخرين ماذا بيك تخرج منهم يفو فرد شو ما زال عنا خمسة دقائق نحب نفهم سيبا سيبا خاطرين وقتل نكون مع مع ناس اللي تفهم في الاقتصاد نحب نزيد نفهم شوي كيف نعمل ومحافظ بنك المركز علش مشي المراكش علش مشي المراكش تونس عضوة في البنك الدولي عضوة في صندوق النقد تحضر كل حضاء معناها بل نسترمو يحضر خاطر عنده بش يمشي يجيب فلوس يحضر الخاطر تونس عضو عمليا عمليا في البجي في البجي نتصور وفا لكن بطبيعة العلاقات مع صندوق دي ما موجود اليوم نفهم كنا نجم وزيدك نجم يقول هنا ونا نتمنى أن نستدعى في أخير بالأوقات هو يكمل عن قريب سيماروين سيماروين تحية كبيرة ليه وقدار كبير ليه معنا حتى مشكل إن شاء الله يكون موجود معنا ويكون موجود ونحكي معه على المستقبل هو لنبعد هالعهد هذه الكل قادر أنه يعطينا إنفزيون قادر أن يقولنا كيفاش يتصور الوضع وقدر أنه يتحرر شوية بربما ما منواجب بالتحافظ ولذلك نبعث له إن شاء الله في أقرب الأوقات وهو على هواي مباشرة إن شاء الله يشرفنا بحضور وخلينا نفهم معه وينماشين اليوم سؤال مفصلي ما فماش موارد في البلاد على خاطر فم مشاكل اقتصادية هيكلية ذيقة في العالم أجمع والعالم يعرف مشاكل وابريتو العالم تبدل وتوازنات وتبدلت وتونس اللي كانت بارتنير ستراتيجيك لسنوات وتبيع ومتفره مع الاتحاد الأوروبي اليوم العالم متبدل وغزة وغير 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 اليوم بوصلتنا أحنا مشاكلنا أحنا أنترا منتاعنا وإلا شيء وإلا لستيليت جيتنا من المجمع مزوز لك بالحقيقة أكثر من نحن من نحن من نحن معناها ليوم تنجمش أنت معناها وش نعملو لا مش منعرف وش نعملو ما وصلناش ناخذ وقرار أحنا ديما شواء صعيب في تونس شواء ديفيسي ديسيجيون ما فمش قرار بذبت ثم مشكلة في أخذ القرارات اللي هي إذا القرارات شجعة ناس كل تعرف المشاكل الآن مشكلة اللي الثمن بتاعها صعيب وثمن خاصة اجتماعي صعيب برشا على هذك نحاول ونلقاه كل ما عندك هامش تتحرك فيه حتى صعيب شوية لكن تؤيفيد اللي أنت ثمن اجتماعي دولة تمشي فيه بطبيعة أنت عندك عشر سنين تمشي في السياسة كل مرة اللي هي مش قادي ذيقالي كل مرة هي مشي ذيقالي قبل الآن ستسلف تخرج على الأسواق تسلف الفلوس موجودة لكن الفلوس هذي اللي جاتك سنين ما عرف كيف تصغل لخليتها في الانتاج لصلحت بها مؤسسات لحد شريت بها صرفتها صرفتها فلوس صرفتها صرفتها سو دفيرونت فورم خوية سلف 22 مليون مشيت تفرهت بهم في عوض نعم بهم مشرع صغير هذا هو اللي صار اليوم شلقيت روح روح كل يوم تساسي اليوم أغلب الديون كيتشوف حتى في التقرير أغلب الديون وقت يش خذتها تون كل أخذتها خمسة سنين لتالي معنا كل هذيك اليوم اللي أنتي مصرفته شوية لنزم التصرف اليوم قاد رجع فيه لنه الحقيقة جي جي أسألة بالعشرات أين المؤسسات الرقبية إلى أي مداكن فما يقضى من المجتمع المدني إلى أي مداكن فما يقضى من أغلب الديون نحن نخذ نعم أبو بيجيتان متفهمين خلصنا بمشاهديات مالا متفهمين أنا ما قلش ترقو يا سي لا هذا المشكلة أنا قلش وين كنا أحنا لكلنا أنا بدي اللوم على نفسي وقت اللي في وقت من الوقات كنت تونس قادرة أنها تتسلف وما جي نش سائل المسؤولين بما في التفاية تعملوا بالفلوش بكنا الناس المسؤولين اللي الدولة عاشت أكثر من طاقتها السنوات اليوم جاوزوز أزمة كبار في العالم جال كوفيد جال سرعوا سرعوا وزيد أنت اليوم سياسيا معناها عندك الموقف متاعك والبوزيسون متاعك ما هو متناغم مع الخطاب في الرجون اللي أنت فيها في السياسية تمتعد الكبار يخلق لك صعوبات مع بعض ويطبعت للإكواسيون ربي عين التونسي وكهو على السلوات القادمة هذا شنجم ومعنا ما نقول وسمحونا سيدا مستمعين رانا كيبدأ عنا البيه يبدأ عنا زادة الأزمات التي تنسكن موجودة لكن الواضح لمن نحكي على الأزمة نحكي على السنوات شبه للعام هذا شبه 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 شكرا لك شكرا شكرا